يتسع نطاق الحرب الجارية في قطاع غزة لتشمل الحدود اللبنانية مؤخراً كثف الجيش الإسرائيلي من ضغطه على مقاتلي حزب الله في لبنان حتى إن وزراء إسرائيليين باتوا يتطرقون بشكل أكثر سراحة إلى احتمال شن هجوم واسع النطاق في هذه الجبهة ووسط مخاوف من هجوم مفاجئ للجيش الإسرائيلي قد يؤدي إلى تنامي الصراع في المنطقة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله بدأ في سحب قوات النخبة لديه المعروف باسم قوة الردوان من المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل تجاه شمالي لبنان وحسب موقع والا الإسرائيلي فإن ذلك يرجع في الغالب إلى العدد الكبير من القتلى الذين تكبدهم الحزب منذ اندلاع التوترات فيما ليس من الواضح ما إذا كان السحاب القوات هذا تكتيكا مؤقتا أم دائما حسب ما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون وعن اتجاه التصعيد يرجح خبراء ألا تتعدى المواجهة بين الحزب وإسرائيل السقف القائم من مناوشات على المناطق الحدودية